السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درسنا اليوم ان شاء الله هنتعلم كيفية التعامل مع الماكرو في برنامج الاكسل برنامج الاكسل فيه الماكرو الماكرو هذا يمكنك انك تقوم بتشجيل مجموعة من الاجرات والعمليات التي تقوم بها في ورقة العمل في الاكسل وتقدر تسمي التشجيل هذا او مجموعة العمليات باسم معين بحيث ان كنت في جديد بدل ما تتكرر العمليات هذه على نفس الاجراء او نفس العمليات هذه بتكررها مرة تانية عبارة ان كنت تستدعيها بضغطة زر وتتنفذ عليه اي حاجة اخرى زي توا مثلا نحن عندنا مجموعة من درجات مثلا عندنا درجات لثلاث طلبة كما تشوفها امامكم توا مفصولة بالشريط الازرق ثلاث طلبة توا من شجله ماكرو الماكرو هذا يقوم بعملية جمع الدرجات لكل طالب واستخراج المعدل بعد منها بدل ما نكرروا العمليات هذه على طلبة الطالب الثاني والثالث والرابع والخامس بشكله هذه ان احن بدغطة زر يتتنفذ عليه الطلبة الاخرين بدون ما نحن نعودوا او نكرروا العمليات السابقة اللي درناها لأول طالب هنا توا مثلا اول حاجة طبعا الماكرو موجود في علامة التبويب اللي اسمها المطور في برنامج الاكزل اذا كانوا في حد ما عنداش القائمة هذه يقدر يمشي لقائمة ملف ويعدي الخيارات من خيارات الجول حاجة اسمها تخصيص الشريط من تخصيص الشريط تلقوا هنا العلامات التبويب الرئيسية تلقوا المطور ديروا قدامها علامة تشك كما تشوفها امامكم على الشاشة وبعدها تلقوا على زر موافق هنا توا في المطور في البداية هنا ضروري انكم يعني تلقوا على استخراج المراجع النسبية وبعدها تلقوا على زر تسجيل ماكرو كما تشوفها امامكم على الشاشة تسجيل ماكرو هنا طلب مني اسم ماكرو وقال اشتبي اسم ماكرو مثلا هو اعطاء اسم افتراضي مثلا ماكرو 3 تلقوا تغيره الاسم اللي تبوه من الخانة هذه وبعدها نضطوا على زر موافق هنا توا بدأ تسجيل ماكرو اللي حطوا انه تغير الزر اصبح اقاف التسجيل يعني توا الماكرو شغال توا للطالب الأول هنا هنجمع المجموعة بتاعه مجموعة الدرجات هنقولولها تساوي سم نفتح القوس من الدرجة هذي اللي يردجز الرياضيات شارحة الى الخلية هذي اللي هي تاع الجغرافيا ونسكر القوس وندير موافق توا جمعلي درجات الطالب هذا يعني هنا اللي فوق في خانة المعدل هنقسم قانون المعدل اللي هو نجمع المجموع درجات الطالب على المجموع الكلي المجموع الكلي مثلا نفترضو ان الدرجة من 100 هو عنده اربع مواد يعني هنقسمو مجموع الدرجات تقسيم مية مضروبة في اربع لانه اربع مواد يعني تقسيم اربع مية هنا هنا توا المعدل يعني باش نحسبوه نقولوا اللي اراه يساوي بشكلية هذي المجموع تقسيم اربع مية المجموع الكلي اذا كان الطالب محصل مية في جميع مواده اربع مواد تقسيم او بعض منها ضارب مية عشان تطلعن نسبة موية معدل الطالب هنا رقم ظهر بدون فاصلة مثلا المعدل نرط ونضيف زر الايمن على الخلية المعدل تنسيق الخلية هنا في الفئة نقلو لها رقم والمنازل العشرية اثنين بحكم ان هي نسبة او معدل طالب نرط على الموافق يعني طالب الاول نسبة 87% ممكن نضيفو حاجة تانية للماكرو مدام الماكرو قاعد شغال ان نغيروا لون الخط للمعدل مثلا باللون الاخضر مثلا والمجموع هنغيروا لونه باللون الازرق او ممكن هنختاروا اللون الازرق تاني مثلا بشكلية هذي الماكرو قاعد شغال لما نكمل عمليات بتاعي هنا نجيل المطور ونرط عليه ايقاف التسجيل تو اصبح عندنا ماكرو قام بتجهيل العمليات اللي قمنا بها بالكامل اللي هي جمع درجات واستخراج المعدل للطالب تو بدل من نكرروا العمليات السابقة بالكامل على الطالب الثاني والطالب اللي بعده تو نجولوا الطالب الثاني هذا بدل من ان نقوموا بتكرار العمليات اللي قمنا بها على الطالب الاول اللي هي عملية جمع الدرجات واستخراج المعدل وتغيير الالوان لا نحط المؤشر في أول خلية درنا فيها عملية اللي كانت بذري اللي هي المجموع نحط المؤشر فيها نعدي قائمة المطور نختار وحدات الماكرو نلقى قائمة بالماكرو اللي عندي تو ما عنديش إلا الماكرو اللي سجلناهم قبل شوية اللي هو ماكرو 3 ونرط على زر تشغيل شفته حسب المجموع وحسب المعدل وغير الألوان نفس الشي طالب اللي بعده نحط المؤشر في المجموع أول خلية بدنا فيها مدري في تشغيل الماكرو بعدها نجوه لخانة المطور فوق علامة تبويب المطور وحدات الماكرو ماكرو 3 ونرط عليه زر تشغيل حسب لي المعدل والمجموع والمعدل وغير للألوان كما درنا فيه أول طالب نتمنى أن معلومة واصلتكم سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته